السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياريت واحد من الأحبة من الإخوة المتابعين ينزل على صندوق الوصف فورا الآن بيلاقي أنه أنا مقسم الحلقة وين الأبراج وين التوقعات وين الزوايا وين الهاي يأخذها كوبي ويحطها في أول تعليق عشان أثبت التعليق هذا اللي تريحوني وبرضه عشان الأشخاص اللي بدأت تسمع برجها ومش عارفوا وين تروح تكبس عليها هيك بزيح على طول الخطة على الأبراج عشان ما يسمعوش التفاصيل واللي بدهم يسمعوا التفاصيل يعرفوا إيش بدهم يسمعوا بالضبط اليوم حلقتنا ليوم الأحد سبعة أيار مايو 2023 طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة هو موجود بالعقرب ما زال موجود بالعقرب في خلو مسار والقمر بده ينتقل المساء اليوم السبت اللي هو موعد بث الحلقة للقوس فإحنا رح نحكي بتوقعاتنا إنه انتقل للقوس ولكن لازم أشرح أنا هاي الأمور لأنه في أشخاص موجودين في أوروبا موجودين في أمريكا في كندا لسه هذا وقت نهار أو وقت ذروة عمل بالنسبة لألهم فلازم أني أنا لبه لهاي النقاط القمر الساعة ثمانية وثلاث دقائق بتوقيت جرينيتش بنتقل من مساء الليل السبت بنتقل وباستقر في برج القوس القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وواحد وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل بعدها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق بما أن القمر موجود في برج العقرب الآن فمعناته إحنا في فترة خلو مسار لأنه بده ينتقل خلو المسار هذا بيبدأ تقريبا بعد بث الحلقة هاي بسبعة وثلاثين دقيقة يعني الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار وبيستمر لغاية الساعة ثمانية وثلاث دقائق بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم السبت بعدها بنتقل القمر وبصير في برج القوس هذا بيعني أن الفترة هاي اللي احنا ذكرناها اللي هي تقريبا ست ساعات أو خمس ساعات ونص هاي فترة خلو مسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر بعدها بده ينتقل ويصير في برج القوس بعناته خلال هذا اليوم اللي هو الأحد رح نشعر بالابتهاج بنجد الناس أكثر مرحا بننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية النقاش والحوار ومن ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا أول زاوية اليوم بدأ تأثيرها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتن هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من اليوم 7-5 ولغاية يوم 24-5 طبعا هاي زاوية ممتازة جدا قوية بتأثيراتها وبتعمل نوع من أنواع الإيجابية لكثير من الأشخاص ذروة هاي الزاوية أو قوتها من يوم 12-5 ليوم 19-5 الذروة يوم 15-5 ساعة 41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتخلي عنا نوع من أنواع التركيز العالي والقدرة على تحليل الأمور فممكن تعطينا قدرة على أنه نكتشف أي شخص بيحاول أنه يكذب علينا أو يخدعنا فورا كمان هاي الزاوية بتدفعنا لحب المغامرة تحمص للفكرة المجازفة ممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية بتدفعنا للإثارة بتساعدنا على الكفاح من أجل مثل عليا برضو مناسب للشعور بالإطمئنان النفسي والإنجازات العلمية الكبرى وبتدل دوليا على اهتمام دول ما بتطوير الأسطول البحري وبرضو بتكون هناك بعض المناورات البحرية وبتزيد من مداخيل قطاع الصيد البحري والأمور اللي إلها علاقة بالسوائل وخصوصا السوائل اللي تحترق زي النفط وقطاع الصناعة وخصوصا الصناعات البتركيماوية والصيدلة وأيضا إلها علاقة في المجال اللي إلها علاقة بالفن السابع مثلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهر وبين المشتري وأنه أنه هاي الزاوية تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 12-5 بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضو بتسهل عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل وبتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهاي الطاقات أو هاي القدرات اللي هي الفن والديكور والتجميل وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية بتجلبنا البهجة ممكن أن نحقق نجاحات شخصية وهذا وقت مناسب لا أمور إلها علاقة بالارتباط أو تطوير علاقة ما ولكن اللي بدهم يرتبطوا بهاي الفترة يعني ما أنه خسوف تراجع عطارد بدهم يضبطوا عصابهم ما يدقوا على كل موضوع ما يختلقوا المشاكل ما يتحسسوا من أي موقف أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28 خمسة ذروتها يوم 12 خمسة صباحا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور وهي مناسبة للأعمال الفكرية والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة ومن ثابر في أعمالنا ومشارعنا وهذا الوقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب من التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية برضو ما تنسوا أن عطارد بيتراجع يعني هاي الأمور اللي أنا حكيتها حتى لو بتكوا تعملوها بتكوا تدقيقوا بالتفاصيل والعقود والأوراق حتى لو شعرت بالأمان فيها فما تأمن لأي معلومة لأن عطارد بيتراجع وخصوصا باتصالات السلبية مع الكواكب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وهاي الزاوية طبعا هي من يوم 28-4 ليوم 11-5 هاي بتذكرنا مشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وبرضو إلها علاقة بهاي الفترة أنها بتزيد التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال بتسبب أنها نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية بتشجعنا الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات لأدوية المهدئة والمنشطات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة يعني خليط ما بين السعادة والنحوسة لأنه عطارد بيتراجع يعني لو عطارد ما بيتراجع بتكون زاوية إيجابية ولأنه بتراجع صارت ممتزجة هاي الزاوية طبعا مستمرة بتأثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لإلها وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بيتعذر علينا فهمه وبتزيد من التوجه لإجراء الاتصالات والتنقلات والسفريات الضرورية ولكن هي اللي بتخلي أو خلت تفكيرنا مشتت في الفترة الماضية ما كان عندنا تركيز واضح متقلبين المزاج يجب كنت أذكر أنه يجب الحذر أثناء قيادة السيارة شوفنا قديش نسبة الحوادث السير اللي صارت وهاي زاوية برضو بتخلق نزاعات في الحياة اليومية وخلافات عابرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية ما بين الشمس وما بين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 19.5 طبعاً ذروتها لسه ما إيجاد ذروتها يوم 9.5 هاي الزاوية عادةً لما بتصير يعني إحنا بدأنا بحمها الآن اللي هي لأنه غلنا ذروتها من يوم 6.5 إلى يوم 13.5 غالباً بتحدث بعض الثورات أو الإنقلابات العسكرية أو المؤامرات أو الإغتيالات في مثل هاي الوضعية وبرضو بتزيد من عنادتنا واندفاعنا الاستقلالية الشديدة والغريبة برضو اللي بتصير عنا من طالب حريتنا بنصير غريبي الأطوار بتجعلنا نقطئ في أحكامنا هاي الزاوية بتعمل في أشياء أو تحولات عنيفة ومفاجئة بتصير على الساحة بتنميل للمبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء بيعرضنا لوعكات صحية إلها علاقة بالقلب أو التشنجات العضلية أما دولياً فهي بتدل على تغييرات أو على أزمة مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بتدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف وزلازل سقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهذه برضو اليوم آخر يوم لتأثيراتها هاي الزاوية بتعطينا الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبتزيد من إصرارنا وشجاعتنا ميلنا للمجازفة والسرعة أيضا بتدل على نشاط أكبر على مستوى الرحلات ولكن لأنه قلنا إنه عطارد بتتراجع معناته هاي ممكن تخدعنا ونتسبب إلنا حوادث إلها علاقة بالحركة أو بالسرعة بقيادة السيارة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وقلنا إنه هاي تأثيراتها من يوم 28.4 إلى يوم 13.6 طبعا تروتها قلنا إنه يوم 23.5 بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني أنت بتتعب بالشغلة بيجي واحد بأخذها منك وبطلع على كتافك أو بنسبها لنفسه وبأخذ جهدك وتعبك وهي زاوية وإنها بتعرض بعض المؤسسات المالية أو البنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة الميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا لما بتصير في مثل هاي الزاوية غالبا تتعرض لعرقيل أو ممكن ما يتم التوصل لاتفاقية أو بصير هجوم عليها في نفس اللحظة برضو هاي الفترة بيعلو شأن أحد دعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد شعب كبير ولكن بالمقابل هذا بيكون مضلل وبيكون كذاب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي وانا برضو زاوية سلبية خطيرة جدا ومن يوم 22 أربعة وأنا بذكرها ورح تظل تأثيراتها مستمرة لهي يوم 22 ستة ورح أظل أذكرها لأنه خطرها بنال من الجميع طبعا ذروة هاي الزاوية رح يكون يوم 18 خمسة هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا وخصوصا المادية ممكن تتضرر بشكل خطير وحتى على المستوى الاجتماعي نفس الشيء وهي الزاوية بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضرر بخزينة البلاد وممكن يقع اضطراب في قطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه ولابد من وقوع أزمع المستوى العقائدي بالخصوص وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو تقع تفجيرات أو حرائق يعني من طريق أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد أو بيتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا في الدول اللي بتقع على خط الزلازل وتجدد نشاط بعض البراكين يعني العامل اللي له علاقة بالمناخ برضو بيكون حساز جدا أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر أو متشكلة مع القمر أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين القمر وبين نبتون وهي طبعا أنا بذكرها ذكرتها يوم أمس ورح أذكرها اليوم لأنه مستمرة زاوية التثليث الإيجابية اللي بين القمر وبين نبتون هاي كانت ذروتها ساعة 22.37 دقيقة عصرا من عصر يوم السبت ولكن قلنا أنه هاي تأثيرها للزاوية من صباح يوم السبت وبتستمر حتى صباح يوم الأحد هاي زاوية بتعزز من خيالنا الخصب بتقول حدث عنا أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل هذا وقت مناسب للراحة برضو بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا بتمنحنا كفاءة للعمل وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا في القطاع الفني أو الموسيقي أو المسرح وبرضو الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الروحانيات أو اللي بيحبوا التأمل وبحبوا الروحانيات والأمور هاي فهاي فترات روحانية لغاية صباح يوم الأحد الزاوية هاي بتدعمها وبتدل على حسن حال المشتغلين بالقطاع البحري والصيد والصنعات المرتبطة بالسوائل وزيادة في مردودية تكرير النفط والصيدلة وزيادة اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية برضو ذكرناها يوم أمس هي بين القمر وبين بلوتو وهاي طبعاً قلنا إنه ذروتها الساعة 48 دقيقة من مساء اليوم السبت اللي هو موعد بث الحلقة ولكن تأثيراتها من ظهر يوم السبت وبتستمر حتى صباح يوم الأحد برضو هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة جمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية بتدفعنا للإبداع وبتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام وبالخصوص مكانة المرأة وهي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي اليوم رح تتشكل مع القمر وهي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وما بين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و 11 دقيقة صباحاً من صباح اليوم الأحد بتوقية جرينج ولكن بتبدأ تأثيراتها من ساعات مساء يوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأحد يعني قيلت اليوم هاي تأثيراتها موجودة من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وما لازم نعتمد على الحضوض نهائياً هذا اليوم بيفتقر البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر وبتجعل عزمتنا ضعيفة وما نكون متقلبين غير راضيين كثير بننتقد الناس أو الأشخاص اللي حولينا عاندين ميالين للكآبة هسا في أشخاص بيجوا بقولك كيف يعني أنا عندي مشكلة ما بقدر أواجهها فبرجع للماضي يعني بتصير أنت بتغلط غلطة بيجي واحد بده يواجهك في هاي المشكلة بتعصب ترجع بتجيب قصص قديمة وبتحطها لأنه ما عندك حجة على المشكلة فبصير الحق عليك أكثر برضو هاي الزاوية بتدلع استياء الرؤية العام من وضعية الشيوخ أو كبار السن أو المتقاعدين وبرضو الأمور اللي بتتعلق بالمرأة وخصوصا في العالم القروي أو منتع السفات رجال الأمن والسلطات الأمنية وتراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والطرابات في البورصة في هذا اليوم أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد الانتقال هو الحلقة موجودة على القناة اللي ما حضرها يروح يحضرها لأنها فيها معلومات مبشرة جدا كثير من الأبراج اللي بيستفيدوا منها بشكل قوي وبنتظروها اللي بتحكي عن انتقال كوكب الزهرة لبرج السرطان كوكب الزهرة اللي موجود بالسرطان أو موجود بالجوزاء وبدو ينتقل للسرطان هو رح ينتقل الساعة 224 دقيقة من عصر اليوم الأحد اللي هو سبعة خمسة بدو ينتقل وبصير بالسرطان طيب بدي يضل بالسرطان لأمتى رح يضل بالسرطان لأمتى يعني بعد ظهر يوم الأثنين خمسة ستة الساعة واحدة وستة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانج طبعا ما رح نحكي عن أي شيء لأعلاقة في هذا لأنه في حلقة كاملة تحكي عن الزهرة وفواده والزوايا والأمور والتأثيرات على جميع الأبراج بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هدولا الأكثر حساسية فعشان هيك هدولا لازم نوفر لهم العناية الإضافية خلال هذا اليوم ما لازم يعني ما زال الجواء يعني منقدر نقول هي جيدة شيئا ما للعمليات الجراحية والمراجعات الطبية ولكن أنا لسه بقول إذا كانت اضطرارية ولكن إذا كان عمليات صغرى فما في أي مشكلة أما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والبوتوكس والأشياء اللي زي هيك ابتداء من اليوم الأحد يعني من ساعات الصباح بتكون الأجواء جيدة مش جيدة ممتازة ولكن يعني اللي بده يعملها خلاص مضطر بده يعمل مش قادر مش قادر يستنى ل 15 خمسة وجماله راح منه عادي يروح يعملها يعني ماشي بس إنه الشغلات اللي ممكن تترك آثار على البني أدمين واللي يكون صعب عملية معالجتها ما بنصح فيها في عمليات التجميل هذا اليوم يصلح للأشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة برضو يعني مناسب للأشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة هذا يوم مميز جدا بالنسبة لقص الشعر طبعا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي يصلح لإزالة الشعر الزائد بالطرق التقليدية أو بالليزر بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج القوس خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين تمانية خمسة بيبدأ في تمام الساعة ثمانية وسبعة وشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة داعش واثنين وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره سبعة عشر يوم في تمام الساعة ستة وواحد وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش بيصير عمره ثمنتعشر يوم نسبة الإضاءة أربعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمستعاش في المية الآن ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في القوس حتى يوم ثمانية خمسة سعيد الآن بنسبة خمستعاش في المية بعد منتصف هاي الليلة اللي هي السبت على الأحد بيصير منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات المساء اللي هو مساء يوم الأحد بيصير سعيد بنسبة خمستعاش في المية عطارت في الثور بيتراجع حتى يوم خمستعاش خمسة منتحس بنسبة خمستعاش في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في السرطان حتى يعني لسه ذكرت الجوزاء أنا لسه موجودة بالجوزاء الزهرة بالجوزاء ولسه ذكرتها بالجوزاء لأنه تدام من بكرة نذكر أنها بالسرطان المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أرانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة 30% اللي ما حط اللايك والديسلايك والكومنت ويسب علي والأمور هاي كلها يعني الكبسات اللي تحت ينزل يكبس يلا بسرعة بسرعة كبسوه يلا الله الله يرضى عليكم أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم الأجواء رح تكون مميزة شيئا ما لموليد برج الحمل في كثير من الأشياء الإيجابية عندكم اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة والعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد أو بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم إذا ما دخلتوا بنقاشات وحدية بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وبتتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي نشطة جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة الأجواء جيدة على المستوى الغراميات الحب اللقاءات التواصل الدراسة الامتحانات الجامعة علاقاتكم بزملائكم بالجامعة وحتى بالأمور اللي إلها علاقة بالأبحاث يعني يوم بيغطي كثير من المسائل الإيجابية ولكن ما زال على المستوى القضائي والقانوني بدوا شوي التركيز اللي عندهم امتحان يعني ما يعتمدوا كثير على الحضود برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة بلشت الأجواء شوي يعني تتحسن صحيح أنه أطارد لسه بيتراجع عندكم بيقلب المزاج وبعطيكم شوية عصبية أو تقلب بالأحداث حواليكم إلا أنه اليوم هذا بيخلي التركيز رح يكون على الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها إن كان ضريبة تأمين ميرات أموال الزوج الزوجة قرض فواتير بدك تدفعها دولي شريكتك معي برضو الفرصة متاحة لمكسب مالي من كثير أشياء مع هيك بتكون تخففوا النفقات المتصاعدة ممكن اليوم تتركز على موضوع بتعلق بالبيت أو بالعائلة أو مصاريف بيتية أميش أنك تحسن أداءك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط بأي شيء حاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي وخصوصا مع أحبائك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سوى في مجال العمل أو في مجال العاطفي القمر موجود مقابلك تماما فهو بيركز على هاي النقطة مصالحة مناقشة حوار تتفق على أمر ما ولكن أهم النقاط لأن طاقتك ضعيفة بدك تتجنب الغضب الانفعال ما تخلي أي شخص يستفزك وما تغامر وما تجازف وحاول أنك تحمي سمعتك وما تشوهها بتصرفاتك عليك خوض الامتحانات أو الامتحان قبل الحصول على الجائزة يعني بمعنى آخر دك تشعر أنه أي شيء بدك تعمله يعني رح يكون لصالحك أو مش لصالحك اسأل حالك هذا السؤال وحاول أنك تتحامل على نفسك بدون إثارة المشاكل لأنه أنت الحلقة الأضعف اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزهما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك القمر الآن موجود في بيت العمل والصحة فعشان هيك التركيز كله رح يكون على أكثر من شغلة بدك تنجزها أكثر من عمل بتتراكم الأعمال ممكن ما تقدر تنجز ولا أي شيء بسبب الفوضى فعشان هيك ركز على الإشي المهم وإنجزه وبعدين انتقل للي بعده وحاولوا أنك تنتبهوا لغذائكم وراحتكم كونوا واضحين في أولوياتكم ما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد وحاول أنك تلتزم بالواجبات والمسؤوليات واحترم المواعيد أهم شيء انتبه لصحتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم القمر في البيت الخامس يعني شوي فيه تنفس ولكن ما تخرب حالك لأنه اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم بتحب الترفيه تغيير الجو بتحاول أنك تعيش جو غير يعني بدك ترفع عن نفسك بدعمك القمر بهاي النقطة ولكن تقلب مزاجك اللي ممكن يخليك تنكد على حالك وتنكد على غيرك بسبب سرعة التقلب وحسسيتك مش كل كلمة تقال تأخذها بجانب آخر وتختلق المشاكل فيها ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين الأبناء اليوم بترتفع معنوياتك أكثر من الأيام الماضية ولكن زي ما حكينا بدك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم ابتمتعش عندك العواطف الجديد وبتشتد الروابط متاني وثقة إذا التزمت بالحكية لك يا أنا غششتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم الإهتمام كله بيت عائلة مسئوليات متطلبات تعزيل ترتيب صيفي شتوي يعني نحن نجمعها نساء وذكور يعني فعشان هيك اليوم في كثير من الأشياء المتطلبة حتى مناسبة اهتمام عائلي وممكن تجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة لابتكثر الضغوط والمتاعب ممكن تشعر بقلق أو توتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلة فبدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية اللي ممكن اتعاكسك لأنه الظروف هي إجمالا فيها بعض المعاكسات اللي بتسبب نوع من أنواع الأرباك وبرضو الستات اللي بيشتغلوا في المطبخ أو في البيت ينتبهوا من الإصابات يركزوا بشكل جيد وانتبهوا أثناء حواراتكم ونقاشاتكم مع أفراد العائلة وممكن يصير بعض الأعطال المنزلية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا في مجال التنقلات والسفريات والحوارات والنقاشات القمر في البيت الثالث يعني بيدعمكم بشكل قوي وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو مراسلات أو اتفاقيات بتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران ولكن الأهم بدون تسرع بدون عصبية بدون حدية وما تعتمدوا كثير على الحضوض خصوصا إذا كان عندكم امتحانات اليوم تقدر يعني بناسبك تكثيف التحركات ممكن تتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هاي فترة إيجابية جيدة الأجواء تدعم على المستوى المالي وعام مستوى علاقاتك بالأحبة وال يعني المصالحات والتراجع عن قرارات تسببت إزعاج في الأيام الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم في فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب على الأغلب من عمل إضافي ولكن بتكونوا حذرين من النفقات حاولوا أنك تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لرحلة جديدة حاول أنك تحدد أولوياتك ميزانيتك المالية ما تخلي شخص يغشك أو يخدعك ممكن بعضك يتلقى هدية أو دعم مالي معين أو يحصل على بعض المصاريف أو المكاسب يعني لكن فيه مصاريف منزلية أو صحية خلال هذا اليوم تظهر على الساحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم يعني فيه أشياء إيجابية دخلت على الساحة عشان هيك اليوم لازم تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تتحسس من المواقف تنطلق تغير جو غير من لبسك غير من شكلك غير من أي إشي روح تحمم خلص تمشي الأمور عشان هيك لازم يكون اليوم في إشارة في انطلاق جديد في حياتك فترة ناشطة وحماسية ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما حتى على المستوى العاطفي جيد فلازم تستقل هذا اليوم فكك من الإحباط والأمور الثانية برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد هذا اليوم القمر في بيت المتاعب عشان هيك بدك تنتبه لصحتك وما تبالغ في إنجاز الأعمال اللي عندك ما تتعب حالك ما ترهق حالك كثير انتبه أثناء تحركاتك وتنقلاتك أثناء حواراتك ونقاشاتك استريح ما تعرض نفسك للمسؤولية ما تخالف القوانين فترة صعبة وفارغة ما تأمن لأي شخص عادي جدا ممكن حد يوعدك بشيء ويخلف في هذا اليوم عشان هيك حاول برضو إنك ما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجسك وتخيلاتك والأمور هاي يعني خلي الأمور تمشي هاليومين هدول وبعدين اعمل اللي بدك يعم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز صداقاتكم وبرضو مناسب اليوم لمقابلة أصدقاء أو لقاء أو تشارك في مناسبة سعيدة أو يتوجه لك دعوة مثلا أهم شي إنك ما تبقى وحيد حاول إنك تسارع للمشاركة بكل المجالات منظم ودقيق وأي شخص من أصدقائك يعني بيحاول إنه يستفزك طنشو اهملو ما تسأل عنه برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا اليوم صار مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين عنكم في مكان العمل أهم شي إنك تحافظوا على إنجازاتكم حاول إنك تغار على مصالحك عشان ما تهملها تحاول تنجزها بالكامل اليوم هذا يعتبر فيه كثير من الإيجابيات الإيجابيات هاي ممكن تدافع عن سمعتك تثبت براتك تحط عند عين حد بتهمك يعني هي السمعة بمعنى آخر هي الحفاظ على السمعة هذا بيت السمعة وعلاقاتك الاجتماعية وممكن تستعين ببعض الأشخاص يساعدوك في مسألة معها ولكن بما أنه بيت السمعة معناته لا تغامر لا تجازف لا تشوى سمعتك بإيدك ولا تدخل بأشياء أنت مش قدها طيب هيك إحنا ما خلصنا ماشي حطيت اللايك شلت اللايك اشتراكك لغيت اشتراكك يعني اللي بتعملوك يعني بتقدر تكتب ليه في التعليقات عشان عارف شو عملت انت بالضبط وجمعت اللي بيتهم يسبوا هدول عادي ما تحطش حط الدسلايك وسب عادي عادي مسألة مسموح لك مسموح لك يلا اليوم هيك كدو كدو بطلع لك تعليقين مسبات هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انتظروا لك